نظمت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة المنوفية جلسة نقاشية بشأن عدد من محاور الحوار الوطني التي تهدف إلى المزيد من المشاركة وتبادل جهة النظر والرؤى المختلفة وذلك بحضور أعضاء الأمانة العامة للحزب تناولت الجلسة مناقشة عدد من الموضوعات وهي الصناعة والتعليم والبحث العلمي والشباب وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعي والثقافة والهوية الوطنية ده قمة الديمقراطية أن احنا نتناقش مع الناس أصحاب المشكلة وناخد منهم كمان مقترحات في حلها ونشوف مدى إيجابية والحل ده توافقه مع الناس أكيد ده بيفرق بعد كده في التنفيذ بندهم المجتمع وبنحاول أن احنا كحزب أن احنا ندهم ببعض المجالات زي التعليم بحيث أن احنا نرتخب المجتمع الجلسات لتكون هناك حوار شعبي حقيقي حتى نرتصق بالمواطن ويكون القرار الصادر هو بلورة حقيقية أو أي تشريع يصدر هو بلورة حقيقية لإرادة الشعب وتشخيص حقيقي ولتكون التشريعات التي ستصدر بناء على خريطة الطريق التي يدعوها الحوار الوطني مبنية على قناعة المواطن